موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم الطلب الكرام في محاضرتنا لهذا اليوم واللي نبدأ بيها بالفصل الخامس واللي هو يتحدث عن الVOLTG REGULATORS ما هي الVOLTG REGULATORS؟ في الحقيقة الVOLTG REGULATORS هي عبارة عن سيركيتس مكونات إلكترونية أو كهربائية الVOLTG REGULATORS هو عبارة عن منظم فولتية أو مثبت فولتية هذا المكون الإلكتروني أو هاي السيركيتس توجد تقريبا في جميع الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية وذلك الحاجة إلها لأنها عملها جدا دقيق وعملها جدا مهم تقوم بتثبيت الفولتية الفولتية الأوتبوت مقصود به فلذلك عملية REGULATORS هي عملية تنظيم فولتية وتثبيت فولتية الأوتبوت عادة ما تكون أنه الأجهزة تتعامل مع تغيرات متعددة يعني قد تكون تغيرات في اللود تغيرات في فولتية الأوتبوت فيحتاج أنه تبقى فولتية الأوتبوت ثابتة حتى يستمر عمل السيركيت أو الجهاز أو ما شابه لذلك الVOLTG REGULATORS عملية مهمة جدا طبعا تنقسم الVOLTG REGULATORS إلى نوعين النوع الأولي اللي هو LINE REGULATORS و LINE REGULATORS هو العملية اللي تقوم بتثبيت أو تنظيم الفولتية الأوتبوت عندما يتغير الأمبوت عندما تتغير فولتية الأمبوت طبعا LINE REGULATORS هاي العملية واضحة كما واضحة في هذا الشكل هذه العملية بالحقيقة قلنا أنه هي تثبت فولتية الأوتبوت عنده تغير فولتية الأمبوت ممكن تعريف LINE REGULATORS بأنه نقول هو مقدار التغير في فولتية الأوتبوت نسبة إلى التغير في فولتية الأمبوت بالتالي هذه العملية تقوم بتثبيت هذه الفولتية حتى وعن تغيرت فولتية الأوتبوت حسب القانون اللي موجود هذا اللي يقول LINE REGULATORS هو تغير في فولتية الأوتبوت على التغير في فولتية الأمبوت وهي نسبة مضروبة يعني في 100% ويمكن أيضا تحديد أو يمكن أيضا يعني هذا القانون يكون بالشكل التالي أنه يكون LINE REGULATORS هو الدلتا VOUT على VOUT هذا كله مقسوم على الدلتا VN وهو نسبة أيضا مضروف في 100% هاي اللاين REGULATORS النوع الثاني من أنواع الVOLTGE REGULATORS هو ما يسمى بالLOAD REGULATORS باللاين REGULATORS كان أنه يتعامل مع فولتية الأوتبوت أو ينظم فولتية الأوتبوت عند تغير فولتية الأمبوت أما اللاود REGULATORS فهو تنظيم أو تثبيت فولتية الأوتبوت عندما يتغير اللاود يتغير اللاود معنى تغير تيار اللاود تيار اللاود رح يسبب تغير فولتية اللاود فبالتالي المفروض أنه يكون هناك عملية REGULATORS تنظم فولتية الأوتبوت عندما يتغير اللاود وإحنا من نقول تغير اللاود يعني معنى تحكم بتيار اللاود تيار المار باللاود إذا تغير زاد أو نقص المفروض الVOUT يكون ثابت ولذلك هذه عملية اللاود REGULATORS وبتعريف هذه العملية نقول هي النسبة أو هي مقدار فولتية الأوتبوت نسبة إلى التغير في مقدار تيار اللاود ويمكن أيضا تحديدها بهذا القانون اللاود يقول اللاود REGULATORS يساوي فولتية النو لود يعني في حالة عدم وجود اللاود ناقصا فولتية في حالة الفول لود على فولتية الفول لود هي نسبة يعني في مئة بالمئة إذن صار عدي نوعين من تنظيم الفولتية line regulation اللي هو يكون تتغير فولتية الأوتبوت نسبة إلى التغير في فولتية الأوتبوت أو اللاود REGULATORS اللي هو تغير في فولتية الأوتبوت نسبة إلى التغير في تيار اللاود أو التغير في اللاود بصورة عامة ناخذ مثال على هذا الموضوع على ال load regulation يقول a certain voltage regulator has a 12V output when there is no load يعني high voltage no load when there is a full load current of 10 mA في حالة ال full load اكو current مقدار 10 mA the output voltage is 11.9V express the voltage regulation as a percentage change from no load to full load and also as a percentage change for each mA change in load current طبعا هنان احنا هس رح ناخذ انه القانون مالتنا يقول هس احنا عدنا الفولتية في حالة ال no load هي 12 والفولتية في حالة ال full load هي 11.9 اذا حسب القانون نقول load regulation هي VNL ناقص VFL على VFL في 100% ورح تطلع عندي فولتية load regulation رح تطلع عندي 0.84% عندما نريد التعبير هو بالمطلب الثاني يقول express the voltage regulation as a percentage change عندما نريد التعبير عن voltage regulation كنسبة مئوية او تغير نسبي من ال no load الى full load نستخدم هذا القانون اللي يقول load regulation هو يعني load regulation بالنسبة يعني percent to change هو load regulation اللي طلعناها باستخدام هذا القانون على التغير لكل ملي أمبير هو full load 10 ملي أمبير إذن load regulation لكل 10 ملي أمبير نقسم النسبة على 10 ملي أمبير رح يطلع لي 0.84% لكل ملي أمبير بهذه الطريقة وهذا هو بالنسبة لل load regulation طبعاً أحياناً المصدر الفولتية يعني يكون المصنع إليه ما يذكر أنه هذا مصدر فولتية أنه voltage regulation مالتهلقد لا يذكر ال Rout مالتهلقد اللي هي مقاومة المصدر ال RS طبعاً ممكن باستخدام قانون ثفنن وتصوير السيركيت كأنها يعني ثفنن اكوفيلنت بين مصدر فولتية ومقاومته وهذا load معين يعني هذه مقاومة load فهنانا في حالة الفولتية الثفنن هي نفسها فولتية نولود يعني فولتية المصدر نفسها بدون مقاومة مقاومة المصدر أو مقاومة اللود وممكن أيضاً أنه التعبير عن الرثفنن بأنه هي نفسها ال Rout مال المصدر إذن ال Vout اللي ظاهرة على ال load على ال R load هي تساوي فولتية النولود في يعني voltage divider هنانا ال R load على Rout زائد R load وهنانا ممكن حساب إذن فولتية اللولود بهذه الطريقة قلنا ال VNL هي R load على VRout زائد R load طيب لنفرض أنه في حالة الفوللود أكو عندي مقاومة بفوللود اللي هي ال R load نفسها بس في حالة الفوللود في حالة الفوللود هنانا فولتية الفوللود راح تساوي فولتية النولود في مقاومة الفوللود اللي هي عندما موجودة هذه المقاومة وبها عليها الفوللود على Rout زائد RFL وبعادة ترتيب هذه المعادلة ممكن نقول فولتية النولود تساوي يعني فقط فولتية الفوللود هنا أنا نعيد ترتيب هذه المعادلة طبعا أنا عندي المعادلة القديمة اللي تقول load regulation يساوي VFL ناقص VNL يعني فولتية النولود ناقص فولتية الفوللود فوللود وبما أن فولتية النولود تساوي هذا المقدار إذن أقدر أعوض هنا مباشرة وباختصار المعادلات وباختصار الرموز والبارامترات ممكن أن أقول أنه load regulation مع الأخذ بعين الاعتبار هو مقاومة المصدر هي تساوي Rout على RFL يعني R load يعني في 100% هذا بالنسبة ل regulation بصورة عامة سواء كان من نوع line regulation أو من نوع load regulation نجي الآن إلى circuits ما يتسمى بال regulator المنظمات voltage regulators في الحقيقة voltage regulators تنقسم إلى نوعين نوع الأول يسمى بال linear regulators والنوع الآخر يسمى بال switch regulators ال linear regulators ينقسم إلى نوعين بدوره النوع الأول يكون اسمه series regulators والنوع الثاني shunt regulators لذلك رح نبدأ إحنا رح ناخذ linear series regulators رح ناخذ linear regulators واللي تنقسم إلى نوعين قلنا series و shunt رح ناخذ أول نوع منها اللي هو series linear series regulators اللي هو هذا block diagram هذا اللي أمامكم اللي أسميه بال series regulators لأن هنا regulator circuit هي series صارة بين v-in و v-out وطبعاً هذا block diagram المفصل داخل ال regulator مما يتكون طبعاً من control element و control element حقيقةً هو عبارة طبعاً circuit المخطط الكهربائي لل circuit مثل ما موضحة هنا control element هو عبارة عن pass transistor و sample circuit sample circuit هي عبارة عن voltage divider صارة feedback على operation amplifier هذه sample circuit اللي هي مجرس sensor تتحسس التغير في voltage output فهنا sample circuit هي error detector طبعاً نحن نعرف أن operation amplifier هو يسمى error amplifier لأن هو يقوم بأخذ فرق بين two inputs اللي بي لذلك يسمى error هو عبارة عن operation amplifier طبيعي و reference voltage هنا يمثلها هذا zener diode فإذاً هذه هي مكافئة لهذا circuit pass transistor voltage divider و operation amplifier و zener diode نحن نرى هذي circuit و هذي في الحقيقة مثلاً ربطناها هالشكل بين v-onput و v-output وهنا أنا عندي مقاومة load في حالة v-output قلت خلنا أخذ في أول حالة إذا قلت v-out قلت نسبة طبعاً ممكن هذا أسبابا متعددة أنه V-out نحن جاي نحكي عن voltage regulation عن تثبيت الفولتية ويها الفولتية فولتية V-out أنا أريد circuit أن V-out تكون دائماً ثابتة إحنا قلنا قلنا أحياناً line regulation هو التغير في V-out نسبة إلى التغير في V-onput و load regulation هو التغير في V-out نسبة إلى التغير في load في كلتا الحالتين يجب أن تكون V-out ثابتة مهما تغير load أو تغير V-onput فخلي نفحص ال regulation action في linear series regulator إذا تغيرت V-out قلت التغير هنا قلت decrease مصار لها إذا قلت V-out وقد يكون هذا بسبب إما أنه V-in قلت إذا كان الموضوع line regulation أو أنه يعني المقاومة R-load قيمتها قلت يعني هذا load regulation فالV-out قلت إما بسبب أنه قلت V-in أو زاد تيار اللود يعني بنقصان قيمة R-load يعني إذا قلت R-load أو قلت V-in هنا هذي sensing circuit أو sample circuit اللي متكونه من voltage divider بين R2 و R3 هذا هنان هنان طبعا هذه السيركيت هي وكأنها تظهر وكأنها هي parallel مع load اثنين المربوطات على نفس واثنين المربوطات على ground فيظهر وكأنهم parallel يعني فإذا قلت الفولتية في R-load معناها راح تقل الفولتية مع voltage divider في هذه النقطة واللي هي تمثل الفولتية الفيدباك طبعا هذي هنا هذي هو راجع فيدباك عن inverting Onput مع الأمبليفاير فإذا قلت الفولتية ال R-load أو ال load أو الفولتية ال V-out راح تقل الفولتية الفولتية وهذا معنى الفي أف بي راح تقل إذا قلت الفي أف بي طبعا هنان هنلاحظ أنه هذا الأمبليفاير على ال inverting هو feedback مع voltage divider وعن non-inverting هو V-reference المتولدة من زينار ليش؟ لأن هنا فولتية الفيدباك مربوطة على ال inverting أي شيء ربط على ال inverting ال output يطلع بالعكس تقل الفي أف بي تزيد الفي أف بي تقل الفي أف بي ما دام inverting العملية دائما معكوسة فإذا قلت فولتية الفي أف بي فولتية الفي بي راح تزداد لاحظ فولتية الفي بي هي نفسها فولتية فولتية ما للترانزيستر Q1 هذا معناه أنه فولتية ما بين البيس والإمتر هذا هنا عن الإمتر راح تزيد إذا زادت فولتية البيس ما لل Q1 راح تزيد فولتية البيس وإمتر الفولتية هي أيضا تظهر وكأنها بارلل مع اللود فإذا زادت هنا الفولتية راح تزيد الفولتية مع اللود الموضوع يتناسب يعني تتناسب مع مقدار النقصان اللي حصل في الفولتية كل ما قلت الفولتية راح ترجع هنا تزداد بقيمة تعوض النقصان الحاصل في فولتية Vout وبالتالي هنا راح ترجع Vout الى وضعها الطبيعي وراح تثبت مع العلم انه VN قل او اللود قل هذه في الحالة الاولى اما اذا عندي مثلا فولتية Vout زادت زادت بسبب اما زيادة فولتية VN او بسبب انه مقاومة الارلود زادت فبالتالي تيار الارلود قل يعني اذا زادت فولتية Vout احنا لازم اكو عملية انه ترجع الفولتية الى وضعها مستواها الثابت الطبيعي فهذا هو عملية الرجوليشن فاذا زادت فولتية Vout هذا معنى الفولتية المتولدة على الفولتج ديفايدر الارتو والارثي ايضا رح تزداد هذا معنى انه فولتية ال VFB رح تزداد هذا معنى انه فولتية ال VB رح تقل لان الفي في الانفيرتنج إذا زادت الـ inverting قلت يعني إذا زادت الـ VFB قلت الـ VB ففولتية الـ VB راح تقل فولتية الـ VB مربوطة على الـ Base Mal Transistor Q1 إذا قلت فولتية الـ Base هذا معنى أنه الـ Base to Emeter Junction الـ Voltea Malter راح تقل وقلناه وكأنه هو يظهر وكأنه مـ Parallel متوازي مع مقاومة الـ R-Lode فإذا قلت الفولتية في بينه يعني إذا قلت الفولتية مـ Base to Emeter هذا معنى أنه تقل الفولتية على الـ R-Lode وهذا معنى أنه فولتية الـ V-Out راح تقل إذن الزيادة بالـ V-Out تم تعويضها بنقصان في فولتية الـ Base to Emeter وهذا معنى أنه ظهرت على الـ Load ورجعت الفولتية إلى وضعها الطبيعي هنا من المهم أنه معرفة أنه هذا الـ Operation Amplifier في الحقيقة هو من النوع Non-Inverting Operation Amplifier طيب راح يسأل يقول شلوه Non-Inverting يعني هنا ما تعتبر أنه الـ VFB هي الـ On-Boot لا هنا الـ V-Reference هي الـ On-Boot بهذا يعني بالـ Linear Series Regulator هنا الـ V-Reference أوكي هي صح DC لكن تم اعتبارها هي الـ On-Boot ولذلك هو هذا الـ Operation Amplifier من النوع Non-Inverting Operation Amplifier لذلك الـ Closed Loop Gain ممكن أخذه عن طريق هذه المعادلة الـ Closed Loop Gain يساوي 1 زائد R2 على R3 وهو نفس القانون من النوع Non-Inverting Amplifier وبالتالي أنه ممكن حساب V-Out لـ Linear Series Regulator عن طريق المعادلة اللي تقول الـ V-Out يساوي تقريباً الـ Closed Loop Gain مضرباً في الـ V-Reference أكيد لأنه يعني هو الـ Gain يساوي V-Out على V-On-Boot الـ V-Out يساوي الـ Gain في الـ V-On-Boot بما أنه الـ V-On-Boot هي الـ V-Reference وبالتالي فإنه الـ V-Out يساوي الـ Gain في الـ V-Reference والـ Gain هو 1 زائد R2 على R3 نأخذ هذا المثال يقول Determine the output voltage for the regulator in figure below هذا عندي الـ Regulator ويريد الـ Output Voltage الـ V-Out تطبيق مباشر هنا بما أنه فولتية الـ Zener Diode هي 5.1 إذن تم اعتبار لازم هي فولتية الـ V-Reference في فولتية الـ Zener Diode إذن الـ V-Reference هي 5.1 وهي نفسها الـ Zener Voltage وبالتالي ممكن تعويضها تعويض مباشر ورح تطلع للـ V-Out تساوي تقريبا 10.2 V أحياناً أوكي هو الترانزيستر صح Control Element الـ Q1 وهنا هو يتحكم بالفولتية لكن هذا الترانزيستر لا يستطيع التحكم بالتيار أحياناً التيار يصل إلى مراحل قد تضع بالترانزيستر أو قد يعني تخليه يعطب هذا الترانزيستر لذلك لابد من وسائل حماية للترانزيستر لأنه جاء يتعامل مع تغيرات بالفولتية يعني بالفولتية الأوتوت والأموت ومع اللود تغيرات اللود ممكن أن تكون أحياناً تغيرات متطرفة وقاسية فقد يعني مثلاً يفوت بتيار عالي جداً فلذلك يحرق هذا الترانزيستر لذلك لازم أكوفد طرق لحماية الترانزيستر من التيارات العالي أحدى هذه الطرق هي ما يسمى بـ Current Limiter Current Limiter هي سيركت تضاف إلى Linear Series Regulator وهي متكونة من مقاومة اللي هي R4 وترانزيستر Current Limiter اللي هو لكيوتو هنا العملية شلون تكون؟ هنا العملية أنه التيار المار التيار اللود نفسه اللي مار بالـ R4 هنا إذا وصل إلى قيمة عظمى معينة هذه القيمة العظمى رح تخلي مقاومة الـ R4 تتولد عليها فرق جهد Voltage Drop هذا الفرق الجهد نفسه رح يكون هو نفس الفرق الجهد ما بين Base Emitter Voltage يعني الفولتية المتولدة على الـ R4 هي نفسها الفولتية الـ Base Emitter كما الـ Q2 هذه الفولتية إذا زادت يعني أو إذا وصلت إلى قيمة أنه رح تجعل من الـ Q2 Forward Biased Forward Biased يعني أنه مفتوح بهذا الاتجاه فمن يجي مثلا أنه تيار عالي جدا طلع من الـ Output مع الـ Amplifier هذا التيار رح جزء من عندي يروح عن طريق الـ Collector مع الـ Transistor Q2 لأنه هو Forward Biased فإذا رح يروح عن طريق الـ Collector ويعبر وجزء من هذا الـ Current التيار رح يمشي بشكل طبيعي للـ Base Emitter وبذلك تمت حماية الـ Q1 من التيارات العالية لأن جزء كبير همينا من عده رح يمر عبر الـ Current Limiter بالتالي بالحصيلة أنه التيار اللي رح يكون على الـ R4 هو لا يمكن أن يتعدى قيمة معينة هذه القيمة ممكن حسابها عن طريق هذه المعادلة أنه تيار الـ Load الماكس الأقصى يكون 0.7 V على R4 لماذا 0.7 V لأن الـ Voltage Droble على الـ R4 لا يمكن أن يكون أكثر من 0.7 والذي هي نفسها في فولتية الـ Base To Emitter فولتية المتولدة على الـ R4 لأن هنا توازي هنا فهي نفسها في فولتية الـ Base To Emitter وقيمة الـ R4 إذن maximum current عبر R4 يتحكمها هذه المعادلة وبالتالي تتم حماية الـ Transistor Q1